السلام عليكم الفيديو اللي فات كان مقدم عن Obsidian والنهاردة نتعلم المارك داون فورماتينج او المارك داون مارك بلانجوج والمارك داون ده طريقة لتنسيق او هيكلة الكلام العادي اللي هو البيلين تكست من مازال مارك داون انها سهلة التعلم والاستخدام انك بتقدر تكتب وتنسل الكلام بسرعة من غير ما تحتاج تعلم على تكست وتختار من المينيو الفورمات اللي انت عايزه زي في الورد مثلا ده غير انها تعتبر من الستاندردز مستخدمة في تطبيقات كتير بتشوفها مثلا علاجاتها في ريدمي فايل ده غير ان اللارج لانجوج موديلز متضرب عليها وتفهمها ندخل بقى في الموضوع ده ملف مكتوب جواه Obsidian عايزين نكتب زيه اول حاجة العنوان العنوان ده هو نفسه اسم الفايل الموجود هنا لو غيرت في العنوان بيغير اسم الفايل ده ما بدرش اتحكم في الفورمات بتاعه تعالى نكتب نفس العنوان هنا انو قف على الفايل ده الاول اسمه Untitled هغير هنا العنوان هغير لي هنا في اسم الفايل Markdown Basics For Obsidian لو قفت هنا بيقولي اسم الفايل موجود هكتب مثلا To ودوس Enter تمام غير لي هنا اسم الفايل تعالى نشوف ده مكتوبة ازاي هاخد نفس الكلام ده كده Copy هدوس Enter وعمل له Paste ده هنا Plain Text لو زودت له هاش هنا ودوس Enter خلاه Heading 1 احنا عندنا اكتر من Heading زي مكتوب هنا Heading 1, 2, 3, 4 لو عملت Click بس هنا بيبعين لي مكتوب ازاي هنا اول هاش زي موجود هنا هنا Double Hash هنا Three Hashes وهكذا لي بقى انت كلما زود الهاش كلما يصغر التكست او ال Heading طيب عايز اكتب عنوان زي موجود هنا هعمله ازاي هدوس هنا اولا هكتب الكلام العادي ده Welcome to مش عارف Markdown Basics for Obsidian دي هنا Bold البولد بكتبه ازاي بيجي هنا Double Stars وبعدين بكتب مثلا كلمة Bold Double Stars ودوس كده كده بقى Bold ولو جيت هنا عملت Click بيوريني مكتوب ازاي ماشي بقى انا باخد نفس الكلام ده هنا Copy وحيجي هنا اعمله Paste عشان الوقت لكن احنا عارفنا دلوقتي ان البورد بيكتب Double Stars وبعدين بكتب التكست لنا عايزه Three Dashes ودوس Enter كده عملني Line طيب حكتب هنا Text Formatting اول حاجة ده عبارا Heading يبقى مثلا Heading To وبعدين بعد كده بقى اكتب Text Formatting One Text Formatting ودوس Enter كلمة Bold هنا موجودة جوه لستة فهنا دي لستة لستة دي بعملها ازاي بادوس Dash على طول بديني Bullet او List تمام وكلمة Bold هكتبها ازاي يبقى Double Star Bolt Double Star بعد كده Colon او نقطتين وعايز اكتب عشان اكتب كلام بال Bold بحطه بين Double Stars لو انا كتبت ده كده This is Bold Text Double Stars حيخليه Bold لانا عايز حط Double Stars نفسها في الحالة دي عايز ارندر ال Double Stars دي حطها بين حطها جوه Single Code مقلوبة او Reverse Single Code اللي هي اسمها BackTech بحط هنا برضو نفس الكلام BackTech ودوس Enter تمام كده عمل Rendering لل Double Stars نفسها طيب الItalic عشان اكتبه بحط One Star بس او One Asterisk بحط It واكتب Italic كده عملها Italic تمام او نحطها Between Underscores يعني هنا برضو ممكن نعمل كده Underscore Italic ونقطتين يعني عندي One Star او One Asterisk او Underscore تمام هنا بقى عايز حط خط وسط الكلام اللي هو Strike Through بحط 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 يبقى هنا هقوله Strike Through وبعدين هاي بي هنا قدي One Tilda التانية وهنا نفس الكلام نقطتين كده عملت خط في نص الكلام لو عايز أرندر ال Two Characters اللي هي التلدة دي او ال Underscore بحطها برضو جوه BackTech تمام هنا او هنا طيب تعال كده دوس Enter عشان أشيل List Backspace وبعدين Three Dashes ودوس Enter كده عملي خط تاني يبدأ مثلا Section أولاني وال Section التاني نفس الكلام عايز أكتب الكلام ده خلاص أنا عارف دلوقتي ده Double Hash Heading Two One Hash Heading One Two Three وهكذا تعال بقى لل List ربط من اثنين Lists And Sub Lists ودوس Enter خلي بالك أنا لو شئت هنا هاش بيبانى على طول التأثير بتاعها بحط مثلا Double Hash Three Four وهكذا دي البولت البولت list بكتبها ازاي Dash بولت list ودوس Enter عايز أعمل Sub List هدوس Tab واكتب مثلا Item One Item Two Sub List تانية بادوس Tab برضو ماشي وهنا Sub Item Backspace بارجع تاني للاصل بتاعي او لللين الاساسي هدوس Enter أنا كده طلعت برة ال List طيب عايز أعمل numbered list يبقى حكتب One خليها numbered وبعدين حكتب numbered list بي عايزها bold يبقى Double Asterisk او Double Stars numbered list هدوس Enter جاب لي رقم اثنين لو أنا عايز أخليه Sub List هدوس Tab ترجع تاني رقم واحد وكتب First Item Second Item وهكذا انت باتجرب مع نفسك عشان تكتشف ال Sub Lists وزي ترجع وهكذا طيب هدوس Backspace وارجع تاني وكده عملت ال Sub Lists خلينا نبتدي بتاسكس الأول عشان ديه ظريف قوي تعال ندوس Double Dash وبعدين حكت رقم خمسة او الحاجة ده Heading Heading 2 وبعدين رقم خمسة Tasks أكي انك بتعمل Tasks أو Agenda دي بعملها ازاي Hyphen وبعدين بفتح Brackets Space أطلع بارة Brackets كده عملها Task الظريف هنا في Obsidian بيجيب لي كمان حاجات Related to task Due date Due date Start date Schedule date Priority بتاعة Task وهكذا يبقى انا هنا حكت مثلا Task 1 وبعدين اختار Due date يجيب لي هنا Today ولا Tomorrow لو انا كتبت له هنا Today ممكن اعدل فيها وادوس مثلا شهر ثلاثة مثلا تمام هنا هحط task وعايز اقول ان هو خلاص Finished Task مثلا 2 وادوس هنا على Checkbox خلاص كده هو done ال Tasks اللي وحدها دي لها Plugins ماشي بس دي Simple case تقعط ال Tasks تعال نشوف بعد كده ال Table دي من الحاجات سهلة جدا وانا بكتب Markdown بعملها ازاي هنا اول حاجة علامة Or اللي هي Shift بكسلاش بكتب لي Or بكتب مثلا Syntax Space مثلا Or بكتب Description وبعدين بعمل Or وبانزل تحت مجرد اعمل Or هنا Dash Dash وبعدين Or عملي شكل ال Table وهنا اكتب مثلا Header وهنا اكتب Titan اي حاجة يعني عايز زود Draw اول منزل هنا يبدين Plus ممكن نزود اكتر من Draw بالمنظر ده كده وهنا لو جيت هنا بيديني Plus 2 عشان نزود Colum نفس الكلام وهكذا انا كده عمل Table بكل سهولة تعال نكتب هنا مصلا Property على اساس ده column ثالث لو عايز اخلي الكلام ده بدل ده بيجي هنا بلا في هنا holder هنا بمسكها و سواب بين الكل اعدل بينهم نفس الكلام لو كتبت هنا سهل مثلا وانا content انا بكتب اي حاجة تمام بس عشان بس اواريكم ازاي بكتب الcolum والrows عايز اسواب بين الروز برضو همسك الهولدر هنا ونازل دي هنا عملت سواب بينهم هما الاتنين ده بالنسبة للتابل بالنسبة الالكسترنل لينكس انا هنا عايز اقول عندي لينكس and media حط اف list زي مكتوب هناك اكسترنل لينك بفتح وعايز اكتب visit obsidian وبحط url جوه انجل براكت ده url بتاع على اساس ان هو hyperlink لو دست عليه كده يفتح لي obsidian من الحاجات الظريفة في obsidian ان انا ممكن اعمل internal link مجرد بس تحط double bracket بيجيب لي كل الفايلز الموجود عندي وقدر في الحالة دي اقول له مثلا نحط الامج طبعا المفروض الامج ستكون لها اسماء جميل فانا مثلا هاختار مثلا الامج دي معرفهاش ويا ريت يزوده موضوع ال preview يعني انا قدر اشوف الامج او ثمن لها هنا هاختار كده وادوس enter انا كده عملت hyperlink للامج يعني لو دست عليها كده يجيب لي الصورة نفسها طيب عايزة embed الامج جوه هنا عندي لو زودت علامة التعجب هنا بي embed الامج عندي هنا جوه تمام هدوس هنا enter هطي لي الامج هشير علامة التعجب هيديني لينك على الامج نفسها يعني انا ممكن دلوقتي ايمباد مثلا file حتى نفس el file انا وقف عليه اللي هو markdown basics for obsidian هنا اعمالي embed لنفس el file ودي حاجة غريبة لكن انا ممكن اقوله دلوقتي لأنا عايز section جوه الفile لو دست هاش هنا بيجيب لي الحاجات المجدد جوه الفile انا ممكن ايمباد جزء من الفile اللي هو مثلا tasks هنا كده جاب لي جوزء من الفايل او section من الفايل الموجود عندي وعمال embedding لو شيلت علامة بتتعجب بيكون عبارة عن link للجوزء ده او ده ودي من الحاجات الحلوة جدا ان انت ممكن ترفير document او جوزء من document جوه الفايل الموجود عندك او الملف اللي انت بتكتب دلوقتي تعال ندوس enter عايز ازود image تعال الصورة دي مسلا بلات click هنا copy image address لو خدت هنا الصورة كده جاب لي الصورة دي تعال نحط ها عندي انا هي كبيرة او بس يعني هنشوف كده حاول دلوقتي obsidian logo علمت التعجب افتح bracket واكتب مثلا logo وبعدين angle brackets واحط واعمل paste للصورة نفسها وادوس enter كده عمالي render للصورة نفسها بيت موجود عندي هنا هنا ال tasks والsub tasks كل اللي انت بتعمله ان انت بتعمل tab يعني مثلا تعالي هشي دي كده three dashes وحقول tasks and subtasks تعالي اخذ copy وهنا task one هدوس tab ده subtask منه subtask وادوس enter subtask two وهكذا لو دوست tab subtask من subtask backspace رجعت هنا اكتب task رقم 2 وهكذا باكتب tasks و subtasks لو عايز عمل agenda مثلا الحاجة الجميلة ان انا ممكن اكتب كمان hml يبقى كمان ممكن اكتب هنا رقم 9 يعني ممكن يكون في الاخباط فالارقام مش مشكلة hml span style equal color فالرقم green وهقفل هنا span وادو center خلي red دوس enter جميل يبقى انا ممكن اكتب اشمال ممكن تحط table hml او division او tver بيرندر على الطوال عندي هنا دي content embedding اللي انا قلت ممكن اعمل embed لجزء من document جوه الدكومنت عندي codes سهل جدا بعمل ه ازاي بفتح علامة اكبر من هنا واكتب الكوت اللي انا عايزه حول first line وادو center لو عايز خليها italic يبقى خليها زي ما عارفين asterisk first line وانا asterisk وادو center نرجع هنا obsidian عايز اخذ الجوز ده copy واجي واجي هنا واعمل paste ممكن اشيل الاسطار من هنا وحط هن بقى كل الجزء ده عندي italic وتعمل format بترى اللي انت عايزها طبعا تخلي جزء من bold مثلا تعال هنا واحط هنا double asterisk مثلا double asterisk بقى دي بس bold والباقي كله italica دي agenda انا كنت اعملها مثلا الفيديوهات اللي عايزة احطها في شهر يناير deal tasks اللي عايزها وهنا ممكن اجي هنا first week مثلا with obsidian ده انا خلصت خلاص announcing reactor AI ده خلصت باجي هنا اقوله خلاص في الحالة دي انا كده بعمل لي agenda بالشهور اللي عايزها تعمل agenda بترى اللي انت ده plug and بينزل عشان ال tasks لكن انا وردتك ازاي تعمل ال tasks بال markdown language بعد كده حيكون فيه التعامل مع الفايلات لان فيه حاجات كثير اوى ممكن نشوفها بتفيدني اوي وانا بتعامل مع الملفات جوه obsidian اتمنى الفيديو يكون عجبكم اشوفكم في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته